بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمعلمتنا وزيدنا اللهم تعالى علماء هنتكلم ان شاء الله من عرضه مع حضراتكم على غش اللبن عن طريق الميلانين او الميلامين الميلامين طبعا مادة مضرة لجسم الانسان هنتكلم عنها وانا بندعوكم الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتابعونا عشان يوصلك كل جديد مضوع غش اللبن من اكبر المشاكل اللي بتواجه صناعة الالباني طبعا الميلامين ده بيحصل علشان الناس ما عنداش دين ولا ضمير بتزود ارباحها بترى مش قانونية وده بيسبب مشاكل صحية كبيرة للمستهلكين طبعا الميلامين مادة كيموية بيستخدموها علشان يبينوا ان نسبة البروتين في اللبن عالية بس بالحقيقة اللبن بيكون ملوس وبيكون تناوله خطير جدا على صحية الانسان الميلامين ده مادة كيموية صناعية بتستخدم في حاجات زي البلاستيك والدهنات وادوات المطبخة التركيبة الكيميائية بتاعته فيها نسبة كبيرة ونسبة عالية من النايتروجين وده اللي بيخليه بيظهر كأنه هو فيه نسبة بروتين عالية لما نعمل اختبارات معينة على الجهاز ملكوسكان او كلداهل او ما الى زين عجرها من الطرق لتقدير نسبة البروتين ازاي بيستخدموه الميلامين في غش اللبن الميلامين بيضاف للبن علشان يزود القراءة النايتروجينية وده بيخلي الناس تفتكر ان اللبن في بروتين عالي لما تجي تحلل تلاقي نسبة البروتين عالية العمل دي بتستخدم عشان يتلعبه في نتاج اختبار الجودة اللي بتقوم بيه في المعمل لان قياس البروتين بيعتمد على كلمية النايتروجين زي ما هعرفين المخاطر الصحية الميلامين اه طبعا هو مادة سامة بتسبب مشاكل صحية كبيرة لما نتناولها المشاكل دي ممكن تكون تسمى موزائي بيكون حصارات على الكلة او تلف ايضا في الجهاز الباولي وفي حالات اه شديدة من التلوث استهلاكه ممكن يؤدي للوفاة زي ما حصل في حدث التلوث في الصين في سنة الفين وثمانية من الحوادث اللي حصلت في سنة الفين وثمانية حصلت حادثة كبيرة لما ضفوا الميلامين على منتجات الالبان وده ادى لسابة الاف الاطفال بمشاكل صحية خطيرة ومتعد كبير منهم الحادثة دي وضحت اهمية الكشف المبكر عن الغش وتعزيز الرقابة على المنتجات الغزائية طيب من تقنيات الكشف عن الميلامين التحليل اولا لو انت جيت جالك لابة في المصنع او في المكان اللي انت بتسكلمه وانت محدث جودة لقيت في كمية عالية من البروتين لازل تشب اولا اه ممكن يتم بطريقة تانية ينزع منه البروتين والحط الميلامين اول حاجة التحليل الطيفي بالاشعة الحمرة المتوسطة لاتكلم عنها في موضوع تاني ان شاء الله في فيديو تاني طيب دي بالنسبة للطرق القوية اللي بتستخدم الاشعة تحت الحمرة احنا ما احنا محتاجين طرق كيميائية بسيطة نكشف عنها عن وجود الميلامين في اللبن. اه طبعا تفاعل حمض الكابرتيك مع الميلامين بيتحول لما نحط حمض الكابرتيك على اللبن او على اه بالتحديد بيتحول لمادة بيضة بلورية ده اختبار بسيط بس نحتاج حذر شديد عشان حمض الكابرتيك يخضرها زي ما احنا عارفين. كمان الفرومالدهايد الميلمين بتفاعل مع الفورمالدهائد عشان يكون مركب صلب ممكن يترصب ونفصله في حاجات ثانية اللي هو الكورموتوغرافيا السائلة علية الأداء اللي هي HBLC التقنية دي بتستخدم على إطاق واسع للكشف على الميلمين في اللبن بتخط العينة في جهاز الكورموتوغرافيا وتفصل الميلمين بلاقي على خواصه الكيميائية وبعد كده الجهاز بيتطلع قراءة واضحة عن كمية الميلمين في العينة وكمان زي ما قلنا التحليل الطيفي بالاشعة فوق البنفسجية الميلمين بيمتصل أشعة فوق البنفسجية فيه نطاق معين من الطول الموجي بتمر أشعة فوق البنفسجية من خلال العينة وبتيس الامتصاصية وجود قمة امتصاصية معينة بيدل على وجود الميلمين وفيه بجموعة من شرائط الاختبار الخاصة بهذا الكاشف من شرائط طبع كيميائية جاهزة للكشف عن الميلمين بسرعة بتحط الشريط في العينة وبتغير لون لون الميلمين موجود والشرائط دي سهلة لاستخدام وسريعة كمان تفاعل النيترات بنضيف كمية من محلول النيترات الفضة للعينة الميلمين بتفاعل مع النيترات مكون راسب أبيض من كولوريد الفضة التركيز بيعكس عن هذه الكمية التراتي التفاعلات الكيميائية سهلة وبسيطة والطريقة لأشريطة بسيطة باستخدام الطرق دي تقدر بسهولة تأكد عن موجود الميلمين في اللبن وتحافظ على صحة المستهلكين يبقى بيستخدم التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمرة المتوسطة MIR وكمان بيستخدم تحويل فوري بالأشعة تحت الحمرة اللي هو FTIR التقنيات دي بتستخدم عشان تكتشف وجود الميلمين في اللبن بسرعة وبدقة من أكثر التقنيات حدثة اللي هو التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمرة المتوسطة MIR التقنية دي بتعتمد على قياس التغيرات في طيف الأشعة تحت الحمرة لما تتفاعل مع المواد الموجودة في اللبن وده بيساعد في تحديد المكونات بدقة كمان تحويل فوري بالأشعة تحت الحمرة FTIR التقنية دي بتستخدم لمعرفة التركيبة الكيميائية للمواد عن طريق تحليل الأشعة تحت الحمرة اللي بتمر عبر اللبن FTIR بتقدر كمان تكشف العن الميلمين حتى لو كان كميات صغيرة جدا في النهاية بنقول لازم نوعي الناس من خطر غش اللبن بالميلمين وطبعا مهم جدا ان احنا نعزز من إجراءات الرقابة ونستخدم تقنيات حديثة لتكشف عن الملاوسات عشان نحافظ على سلامة المنتجات الجزائية ونحمي صحة المستهلكين لو كنا بننجيب لبن من أكتر من مكان خارجي ومن مزارع خارجية ونجمع اللبن من أكتر مكان أو حتى بنستورد اللبن من دول تانية ده كان شرح مبسط ومفصل عن موضوع غش اللبن بإضافة الميلمين ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستنون الفيديو جديدة والسلام عليكم ورحمة الله